تزايد أعداد المسلمين في بلغاريا قالت مصادر إعلامية إن نسبة المسلمين في بلغاريا تشهد ازدياداً ملحوظاً بزيادة أعداد المعتنقين للإسلام سواء من المسيحيين أو اللدينيين في البلاد كما لوحظ انتشار المساجد في أنحاء بلغاريا وكذلك المدارس والمكتبات الإسلامية إضافة إلى توزيع أعداد كبيرة من الترجمة البلغارية للقرآن الكريم في بلد كان إلى وقت قريب يحارب كل المظاهر الدينية للمسلمين ويمنع حتى ممارساء العبادات وتعد بلغاريا إحدى دول البلقان من شرق أوروبا ويمثل المسلمون فيها اليوم قرابة 25% من إجمالي سكان البلاد بحسب باحثين مسلمين بلغار حوالي 60% من المسلمين من أصول تركيا و20% منهم من المسلمين البلغاري من قومية البومات و15% من الغجر و5% من التطار يتواجد المسلمون في بلغاريا في مناطق شمال شرق البلاد وجنوبها والعاصمة صوفيا وحاليا يوجد حوالي 31 عضوا مسلما في البرلمان البلغاري ورغم الإنجازات التي حققها مسلم بلغاريا على الصعيد السياسي والحريات لكنهم ما زالوا يعانون من سياسات البلغارة وانتشار الجهل بتعليم الإسلام وسوء الأوضاع الاقتصادية كما لا تزال نظرة العنصرية والقراهية تجاهها مموجودة لدى بعض الأوساط في ألماجة معي لبلغاري وتسعى جاهدة الأقلية المسلمة في بلغاريا للتمسك بهويتها وتقاليدها في مجتمع تسكنه أغلبية مسيحية وكانت تحكمه الشيوعية المتسلطة لعشرات السنين ذاق خلالها المسلمون أبشع أنواع الاضطهاد والقهر على يد الماركسيين وخلال عقود حاول النظام الشيوعي الذي لم يتهاون مع أي مظاهر دينية قمس الهوية الإسلامية ودمج المسلمين عنوة في الغالبية المسيحية الأرثوذكسية من خلال ممارسة الضغوط عليهم إلا أنه لم يفلح في ذلك رغم للصعوبة الجمة التي تعرض لها لمسلمون وتتكون بلغاريا من خليط من الشعوب المتعددة حوالي عشرون عرقا ويوجد في البلاد أعداد كبيرة من الرومان والصرب والمجريين واليونانيين والروس والتيشيك والأرمن وغيرهم بحيث لا يشكل البلغاريون سوى أقلية وينتني مسلم بلغاريا إلى عدد من الأعراق أهمها وأكبرها الأتراك ثم البماك والغجر والمقدونيين والتطار وعلى الرغم من مساعي الحكومة لفرض سياسة ما يسمى بالبلغارة على الجميع إلا أن التركيبة السكانية تعكس خلاف ذلك ومن بين التركيبة السكانية للمسلمين تميز البماك بمقاومة كل الممارسات الهادفة لطمس الهوية الإسلامية سواء على أيدي النظام الملاكي المسيحي أو على أيدي الشيوعيين وكان آخر هذه المحاولات في عام 1989 ولكن كلم حاولات دم جالب وماك بالقوة فيا للثقافة البلغارية ألا الثقافة المسيحية الأرثوذ وكسية أو العلمانية المركسية لما تنجح لكنها نجحت فقط في تهجير قسم منها معنى وطنه فقد قاوم الشعب البماكي للبقاء على أرضه والحفاظ على دينه وثقافته وقيمه الأسرية والبومك أو المسلمين البلغار شعب مسلم حنفي المذهب يقطن في جنوب بلغاريا ويتحدث اللغة البلغارية وهو أحد الشعوب المسلمة الثلاث في البلاد ذات الهوية البلغارية إضافة إلى الأتراك والغجر المسلمون ومعنى كلمة بومك باللغات السلافية جاء من فعل المساعدة إشارة إلى أنهم بلغار مسلمون تعاونوا وساعدوا ومصروا الأتراك المسلمين إجمالي عدد البماك اليوم يصل إلى نصف مليون نسمة هذا عدى الذين هاجروا وانصهروا في المجتمع التركي تعرض شعب البماك من جانب الحكومات البلغارية المتعاقبة منذ العام 1912 إلى حملات عديدة من الاضطهاد والمعاملة القاسية والحرمان من الممتلكات وذلك بهدف تغيير ومسح هويتهم الإسلامية من خلال ممارسات عديدة كإعادة توطينهم في أماكن أخرى بعيدا عن أراضيهم وإجابرهم على قصري على تبديل دينهم وإرغامهم على تغيير أسمائهم وألقابهم الإسلامية في ألعهد لشيوعي منع لمسلمون البلغار من ممارسة شعائرهم وغلقت مساجدهم وصدرت أوقافهم اتعرض أئمتهم للم لاحقة اليوم يتمتع شعب البماك في بلغاريا بالحرية الدينية والثقافية ويسعى البماك لتحسين صورتهم وموقعهم في المجتمع البلغاري أمام التحديات الداخلية التي تواجه المجتمع المسلم مثل البطالة وهجرة الشباب وزواج من غير المسلمات دخل الإسلام بلاد البلغار قبل حكم العثمانيين لها والذي قارب نحو خمس قرون خلفوا خلالها آلاف الآثار في البلاد من مساجد وجسور ومدارس وحمامات وطرق وخانات وغيرها ثم وقعت هذه الأرض تحت الحكم الملكي وبدأت معاناة المسلمين مع أمير بلغاريا الذي أجبر المسلمين على تغيير إسمائهم وألقابهم الإسلامية إلى أخرى بلغاريا ثم حكم البلاد النظام الشيوعي بين عامي واحد تسعة أربعة أربعة شرطة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين قام خلالها بهدم المساجد وغلق المدارس الإسلامية ومنع المسلمين من أداء شعائرهم من الصلاة والصوم والحج وبعد سقوط المعسكر الشرقي أعيد إحياء الإسلام في بلغاريا وفي الوقت الراهن هناك تعايش بين فئات الشعب البلغاري لكن يعاني المسلمون من مشكلة الهوية بين الانتماء إلى بلغاريا والانتماء إلى العالم الإسلامي وأهمية الانتماء العرقي لدي معظم الناس في بلغاريا أكبر من الانتماء الديني لكن يعتز المسلمون البلغار على تعدد عرقياتهم بهويتهم الإسلامية وليس بانتماءاتهم العرقية